شايف بعيني مش سامع بوداني وباجي بنقل لحضراتكم بنقل في نفس اليوم عايزان قلل في نفس اليوم ولذلك بابقى حارس ان اشوف الحاجات دي بنفسي واجا اقول لكم عشان الناس تعيش اللحظة ويعرف ان البلد شغالها مش نايمة علشان اقول وانقل لحضراتكم ما اراه بعيني اتعرض انا وزملائي لابتزاز صريح وضيع ورخيص من كتائب جاهزة مجهزة للهجوم على كل واحد بيتكلم يقول الدولة دي ماشي صح عشان اقول الدولة ماشي صح عشان اقول انه عندي انجازات حقيقية عشان انقل لحضراتكم مشروع في الزراع ولا في الصناعة شوف التعليقات تحت بص عليها وشوف شوف الشتايم والسباب والقلة الادب اللي بتواجهها الدولة وقيادتها واعلامها على مدار الساعة عشان بنقول يعني انا ما اطلع اقول يا جماعة احنا زراعنا تمومية الف فدان شايفهم بعيني يعني انا شوفت بعيني الزراعة ونقلت لحضراتكم وانا قاعد مش في الستوديو قاعد في المزرعة في الحقل في الارض في الغطان مع الناس كلم العمال المصريين المهندسين وبنقل لحضراتكم بروح المصنع بعود مع العمال والمهندسين والناس وبنقل لحضراتكم بقول اللي بشوفه وبعلق يطلع تحت اه ما هو تطبيل اه ما انتو بتاخدوا مش عارف ايه يا سيدي انا بكلمك انا لو انقل لحضراتكم في مرة عايز اتجرأ مرة وانقلكوا كده تعليقات الناس او سباب البعض او الشتام البعض او تهكم البعض يمثل ابتزاز رخيص لكل من يتكلم بالحق عن الدولة المصرية هذا الاتزاز لن يخفنا بالمناسبة لن يخفنا بالمناسبة اعلم تماما انه هذا الاتزاز وهذا الرخص وهذا تطاول علينا عندما نتحدث عن الدولة المصرية بيمثل تأكيدا اننا نسيره في الطريق الصحيح لانه علشان اعرف عدوي لابد ان اتتبع سهامه اشوف السهام العدو رعا فين عشان اعرف طريق الحق بقول يا جماعة لما كل يوم باتكلم تاني وبقول يا جماعة احنا بنعمل شغل عظيم جدا والله والله ما في دولة في العالم وانا بقول هذا الكلام وربنا يشهد على صدق ما اقول انه احنا الاثنشر الف كيلو طرق اللي اتعاملوا في عشر سنين هتولي دولة في العالم يا مؤمنين عملت هذا الحجم من الطرق في عشر سنين سمع واحد ولا شايف واحد بيكتب يقولك يا عم انت فالح فيه طرق هنعمل بقى ايه طرق هنعمل بقى ايه طرق لو لا ان عندي طرق ما كنتش صلحت المشروع الدلتة الجديدة ما كنتش عملت استثمارات في العاش ولا في كتوب ولا في السلاة ولا في العبور يا جماعة اهو ده كله اتعامل مين اللي عمله ده لما انقلك الصورة دي واحد يقول لي لا اكيد بمش صحيح يا سيدي قدامك اه ايه يا سيدي قدامك اه ايه يا سيدي انا شفت نهر صناعي معمول 174 كيلو من الشمال الجنوب عشان يوصل لي 7 ونص مليون متر مكعب من المياه في اليوم الواحد مكلف الدولة حوالي 200 مليار جنيه لما اجا اقول لك هذا الكلام ايه بقى تقول لي انت بتطبل تقول لي انت انا بكلم البعض تقول لي انت بتجامل الصورة تقول لي انت بتجامل يا اخي اتق الله يا اخي يعني فعلا يعني اذا لم تستحي فاصلع ما شئت يعني انت عايز نعج احطيدي على خدي واقول لك والله اتكلم عن الاسعار وتكلم على الحدسة اللي حصلت في التيك توك وتكلم مش عارف عالبة لاختصابوها فين دة لنت عايز ناقوله يعني دة لنت حضرتك منتظر الفنان الفلاني يتطلقت والفنان الفلاني يتحرش بيه دة لنت عايز ناقوله طبعا لا مش اقول هذا الكلام لن اخضع الابتزاز هؤلاء بقول تاني انه دي بلد بتتبني بلد Intro بلد بتتبني من زيرو اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مش عاجبه بقول الانجازات دي اللي احنا بنقولها للناس مش بنقولها لحضراتكم علشان خاطر يعني نعمل عملية تلميع او عملية مجاملة او عملية ان احنا نقول امال كاذبة او ان احنا نقول حاجات وردية مش صحيح لا شغلتنا ولا احنا اللي بنعمل كده ولا نقبل على انفسنا ولا اصلا القائمين الامر منتظرين حد يسقف انا بقول لكم مرة بنفتتح السنة من سنتين في 22 بنفتتح المشروع الدلتة الجديدة باول مرحلة 3500 فدان قاعد منباهر الارض دي كت ارض صحرة جرداء يعني طول عملية بنشوفها وبنعد عليه فالرئيس كده واقف كده بعد الافتاح فانا رحت انا انسحبت من اللسان قلتول لها فندم مبروك انا بتكلم مبروك بقول لها مبروك قال لي مبروك علي ايه هو احنا لست عملنا حاجة احنا عايزين نعمل متضعف اللي احنا عملناها عشان نقدر نعيش كويس عشان نقدر نعيش كويس وانتو لو انتو ما امنتوش من جواكم ان احنا لازم نبقى كويسين ولازم نعمل عشر اضعاف ومتضعف اللي احنا فيه مش قلنبقى كويسين لازم كلنا نمشي مع بعض في هذا الاتجاه